موسيقى 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 لينا الخري موجودة معنا اليوم بي بي بوزيتف ولما منحكي بوزيتف منحكي طبعا عن كل التقنيات لحتى كل الشباب وكل شخص مننا يظل محافظ على الإيجابية ويكون دايما عنده هالتحفيز ليكمل بالرغب من كل الصعوبات. احنا منعرف طبعا ما في حياة تمرق من دون صعوبات ودايما هالمصاعب هاي مفروضة تكون هي أفزة لحتى نوصل للأفضل موضوعنا اليوم دهيق جدا بي بي بوزيتف. رح منحكي عن قسم المتابعة لمؤسسة أم النور التي هي متخصصة طبعا للتأهيل من قيفة المخدرات. رح بتحكينا اليوم عن هالموضوع لينا الخري أهلا وسهلا فيك. حضرتك ولكن كما كنا عم نقول تشتغلوا كلكم مع بعض كاتيم بأم النور بمراكز التأهيل وأيضا بمركز المتابعة اللي اليوم رح بيكون موضوعنا. صح. لما منحكي متابعة منحكي على مدة سنتين لكل شاب أو صبية تأهلوا وظهروا من مركز أم النور وببيتهم أمتهم عم بتكونوا عم تتعاملوا معهم بشكل مباشر. كنا عم نقول أنا وياكي أنه بفتكر من أصعب الأشياء. هالداوني اللي بيمرقوا فيه. هالهيك بيقسوا شوي أوقات بيحزنوا شوي أوقات. كمانا ما ننسى أنه فيه مخدر ظهر من جسمهم يعني عم يرجع يشوفوا الحياة بطريقة جديدة. كيف بيصير أول شيء بشكل عام بتصير المتابعة ودوركن أنتو تحديدا لحتى يظلون بوزيتف هالشباب. صح. مثل ما قلت إنه المتابعة هي مكملة لبرنامج التأهيل. وبرنامج التأهيل بإم النور هو سنة وثلاثة شهر. سو برنامج التأهيل هو برنامج علاجة. يرجع على المتابعة. ليه إجت المتابعة؟ إجت المتابعة لأن الشخص بيكون قاعد بمجتمع علاجة ومزغر عن مجتمع كمالي. وبيجي على المجتمع بينزل على المجتمع اللي هو ببيشبه شيء للتأهيل اللي هو مرأ فيه. سوى منشان هيك بيكون فيه كتير نزلات لأنه بيكون عم بيرجع يواجه مجتمع مش متقبله. بيكون عم بيواجه. بدو يرجع يسبط حاله بقلب البيت. بدو يسبط حاله أنه اليوم صار منيح. بيقدر يكون فعال بقلب المجتمع. في كل هيدول التخبطات. وخصوصا العاطفة. لأنه اليوم وقت أنا بدو أرجع ابن حياة جديدة. أتعرف على بنت. دائما مننسى هالشيء هيدا. يعني دائما منحكي عن الاندماج مهنيا اجتماعيا. ولكن هالشيء العاطفة قديش مهم لحطي يعطي سابورت كمانا. لحطي يعطي دعم معنوي لها الأشخاص. خليني أقول شغلي. أنا دائما بكم حماسة على فكرة. لأنه عن جد يعني من قلبي من جوا بحب أحكي. واجه لكم تحية دائما 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 لهالعمل الكبير اللي عم بتقوموا فيه. خليني أقول بأنه هالأشخاص اللي بيظهروا من مركز التأهيل عم يشوفوا المجتمع مثل ما ما كانوا شايفينه قبل. يعني يمكن هني كانوا بمحل ما كانوا واعين كتير. عم بيغمضوا عيونهم لحتى ما يشوفوا. عم بيسكروا على أحساسهم لحتى ما يحسوا بالأشياء اللي بتوجعهم. لما بيظهروا من مركز التأهيل عم بيرجعوا على المحل اللي كان عم بيوجعهم. وبدون يواجهوا هالوجع. صح. كيف تساعدون أنتون؟. هلأ أكيد هو بيكون برنامج التأهيل لأنه برنامج علاجي بيكون اكتسب عدة قصص. يعني توزيع الطقاط يعني كيف هو يبزع طقاطه. كيف هو يقدر يتقبل الواقع طبعه. يعني هيدولي بيكونوا باجاج هو ياخده من برنامج التأهيل. هلأ قد يجعل المتابعة. المتابعة بتشتغل معه على أربع أهداف كتير أساسية. اللي هي الحماية من الانتكاسة. لأنه الانتكاسة على طول موجودة. هي شبكة الأمان. كيف أنا بقدر نمي شبكة الأمان حوالي والتالت هو التطوير النمو الزاتي. والرابع اللي هو كتير مهم هي الاستقلالية الزاتية. يعني اليوم وقتها نحكي أنه السنتين اللي بيقضيهم بالمتابعة. نحنا اليوم عم نحضر شخص يصير مستقل. مش هو اليوم منيح لأنه هو تحت غطأ من نور. أو هو لأنه في عالم بتبعينه. هو أكثر أنه هو شخص مستقل وبيقدر ياخد خياراته ويقايم ذاته بطريقة أنه مكودر حاله. مشين ما ينزل بالانتكاسة. أكيد. يعني بس هولي الأربع أهداف. هن أهداف صعبين حتى على أي شخص. يعني نحنا كأشخاص حتى ولو ما كنا مرئين بتجربة المخدرات. بيكون صعب علينا أن نحافظ على كل هالقصص. نقدر نمشي فيهم دائما بشكل هيك مستقيم وهيك مستقر يعني خلينا نقول. ولحظت شغلي أنه تأهيل سنة وثلاثة شهر بينما المتابعة سنتين. صح. ليه؟ لأن مثل ما بيقولوا الجامعة بتجي ثلاثة سنين بس وقتها تجي على الخبرة. تخذك واحد. بس أكيد لأن الواحد ينخرج بقلب المجتمع وخصوصا بمجتمعنا. في عدة تحديات بتصير وضغوطات. يعني حتى مثل ما قلتش للشخص العادي حتى هذا شيء كتير صعب. يعني في كتير أشخاص بيقولوا يا ريتب نطعطوا من نروح التأهيل هيك نستفيد ونطور ذاتنا. بس هيدول الأهداف. هل أدب ينشغل يعني. هل أدب ينشغل. صح. هالأهداف هولي عمليا. خلينا نحكي. في كتير أشخاص أصلا يعني بدي أطلب من الكل يلي بحبوا يتصلوا فينا على 0464. أي مشكلة أي سؤال أي صعوبة كمان عم بواجهوها مع لي. فيهم يتلفنوا ويحكونا على الهواء. ومجدروري ناخد الأسامة أيضا. ويستفيدوا من وجود لنا معنا من مركز أم النور. اليوم هالأشخاص لحتى يمشوا بهول الأربع أهداف. طبعا أنتوا عم بتساعدون. بتخلينا نحكي عمليا شوي. أنتوا قدي عم بتشوفون وقت. وهن شو عم يعملوا بهال وقت الفراغ. ظهر من مركز التأهيل ما فيه شغل. ما فيه حياة عاطفية أوقات ما فيه حياة عائلية. ونحن نعرف المشاكل اللي بتكون موجودة. شو بده يعمل هالشخص. لا يعبي وقته. لازم يعبي وقته. لازم يضل عم يعمل أي شيء. ما بعرف. صح. هلأ نحن بمركز المتابعة في عنا فريق متكامل. يعني في عنا معالج نفسية. مساعدة اجتماعية. مدرب التطوير ذاتي اللي بيسموها وكمان مستشرة صحية عقلية. وغير هيك في عنا ترابوت كمان. يعني اثنين معالجين نفسيين. وفي عنا مربع هو اللي بيساعد كل اللي بيكون مع الشباب للأكتيفيتيز للنشاطات اللي خارجية. يعني إذا كان مخيمات. إذا كان عنا فريق باسكتبول. الرياضة كمان. منغطي كل هيدول القصص. يعني إذا بدنا نحكي عن الأصعي ده. نحن منغطي الاجتماعي. اللي بيقلبه القنونة والصحة أكيد. والنفسة والتربوة. يعني إحنا منغطي كل هيدول الأصعي ده. هلأ وقت الشخص بآخر مرحلة من التأهيل بيطلع معه شغل. لأنه اليوم نحنا فعنا شيء كتير أساسي بآخر مرحلة من التأهيل اللي هي منسميها نحنا مرحلة الإنخيرات. مشرف الإنخيرات. يعني اليوم الشاب بده ينبش على شغل ليقدر ينزل على المتابعة. لا يتخرج من المتابعة. يعني اليوم نحنا منجرب قدمة فينا أنه الشخص اللي بيطلع من المركز التأهيل ما يكون عم بعيش فراغ. يعني يكون منتج. يعني يكون ملاقى شغل عم بيقدر يكون عم بيطلع مساري. ليكون مستقل مديا على قليلة. يعني ما منطلعه. يعني كأنه ما بتفلتو قبل ما تأمنوا عليه. صح. يعني لحديث ما يلاقي شغل إجمالا. فمن شماك تطعب وجهتكم أنه يلاقي شغل بمهلة هالسنتين. صح. نعم. وبالمتابعة أكيد بيكون في عنده لقاءات أسبوعية. جماعية. وفي عنده لقاءات فردية. وبيقول اللقاءات الفردية بيكون عم بيشتغل مع المعالجة النفسية. المساعدة الاجتماعية. يعني بيكون كل الفريق عم بيشتغل معه. لا يكون عم بيشتغل معه على خطة العمل طبعا. يعني نحنا منقول دايما أنه المتابعة بيجي من التأهيل. التأهيل بيكون قدامه. هو عم بيطبعه. بيجي على للمتابعة. نحن حده. نحن مستشارين. بيكون اسمه نزيل بالمركز. بيصير اسمه مستفيد. لأن نحن عنا خدمات. بيستفيد هو منا. ونمشي حسب الطلب. يعني مثل ما دايما منقول للشباب. أنه تصل على المتابعة. نحن منخيط لك. بطل لابس كوستوم. صرت عم نخيط. كوستومي. يعني شيء مخصص. لكل شخص. وبنشغل معه بهدول الموضوع. بفردة. وبلكاءات جماعية. هلأ. الشغلة كتير مهمة هي أنه كتير هو المهم. أنه نحن منغطي عند الشاب تلات قصص. اللي هي كتير أساسية. اللي بنسميها نحن توزيع الطقات. يعني وقت تجي على السعادة. لأنه نحن بدنا يكون شخص سعيد. منشان ما ينتكس. يعني اليوم مش أنه وقفت تعاطي وتقصصت. يعني اليوم يلاقي سعادته. والشعور اللي كان ياخده من التعاطي. لقيه بالحياة من دون تعاطي. منشان هيك كتير منشتغل معه على قصة أنه اليوم سعادته مش مصدرها شغلة وحدة. يعني بده يكون موزع الطقات طبعا. ولقد رجيب الإيجابية على حياته وبعد السلبية. يعني اليوم في كتير مهم نقطة للعاطفة. اللي بيخدها من الرفقة. من الأشخاص اللي هن معه. اللي بيفهموه من عائلته. لأن تجي اللي هو الشغل. اللي بيعطيه الإيمة الزاتية. والهيوية اللي هي بتحسسه أنه متميز بشي. لأنه آخر شي اليوم الواحد تعاطي. لا يتميز. ولا يعيش الإيمة. ولا يعيش السعادة. والثقة بالنفس. صح. يعني قدي مؤثر هيدا الشي اللي عم بتقولي. لأنه في كتير ناس بينقصهم هيدا الشي. وبحياتهم اليومية بيحسوا أنه ما عم بيكونوا سعادة. لأنه ما عم يعرفوا الطرق لحتى يعملوها. يعني اللي ذكرتهم. هني لخصوا حياة إنسان. لحتى يكون عنده توازن من كل النواحي. يعني. هون الأصحاب كمان. مهمين كتير. ما عم بتقولي. لأنه دايما في الجماعة عندكم. لما بيظهر هالشخص. ما بيحس شوية فراغ؟. هلأ. ما بيحس كتير فراغ. بس أوقات بيكون وقتا يظهر بيكون مستعجل. لأنه بيحس أنه هو روح عليه كتير. سوى مشانك بيكون مستعجل. لأنه أنا اليوم بدي لحقها. وبيدي أعملها. وأنا ضيعت وقت. وخصوصا وقتا يتلاقي أشخاص. كانوا معه بالمدرسة أو بالجامعة. وصلوا إلى محل. وقووا بعده بمحل. هلأ. مثل ما قلت قصة أصحابه اللي هي لأننا رحنا نشتغل بالجماعة. هيدا هي شبكة الأمان. شبكة الأمان بتكون مع الأشخاص اللي تأهلوا معه. بس شبكة الأمان هي كمان من الأشخاص اللي بتعرف عليهم جدا وبيعملوا له شبكة الأمان. بس شو هي شبكة الأمان؟. لأنه اليوم مثل ما قلنا. المدمن السابع عنده تحديات. ومن التحديات إنه هو اليوم مدمن. مشكلته مش المخدرات. مشكلته هي نفسية الإدمان. يعني فيه مخادر. بس أنا الإدمان طبعي ينقل من مطرح لمطرح. طبعا نقول أنه ما فيه يشرب كحول. أو ما فيه ينزل على مطارح يتعرضوا للخطر. لأنه هؤلاء يعرضوه للخطر. لو ما كان يشرب ألكول. ولو ما كان مدمن كحول. بس فيه إدمان على الكحول. لأنه إدمانه ينقل من مطرح لمطرح. يعني نحن دائما نسمي. فيه سير مدمن على أشياء تانية. على اللعب الوراء. على السوشال ميديا. على كل شيء. نعم. يعني دائما بتكونوا موجودين معنا. وبتخبرونا أنه الإدمان هو متشعب جدا. فهوني هالشخصية اللي عندها ميل إنه تكون مدمنية. لازم تظلها مكموشة مثل ما بيقولوا. إذا ما لايقى شغل. إذا ما فيه أصحاب مناح. أداة ممكن يلاقي هالردة عن النفس من نفسه. وأداة بتشتغلوا على هالموضوع حضرتكم. هلأ قليل لا يكون ما فيه هيدول القصص. وإذا ما كان فيه هيدول القصص. نحنا بنشتغل عليها معه. يعني اللي يكون فيه عنده شغل. اللي يكون عم بيكمل التابلول اللي هو محطوط. لأنه نحنا بنعتبره نهولة أساسية. نعم. نعم. يعني هون خلينا نقول أنه لازم هالشخص يكون محاط بشكل منيح. بشكل إيجابي. لأنه أوقات بيكون صعب أنه هو يقدر يحيط نفسه بنفسه. أنا بدأ إليك يعطيكم ألف حافي. بدأ واجهة تحية لكل شخص بيشتغل معكم بأم النور. أهلا وسهلا فيك لينا الحوري. وأكيد لكل الأشخاص اللي بحبوا يتوصلوا معكم. ممكن ياخدوا رقمك تحت الهواء أو يتصلوا بمؤسسة أم النور بأي وقت من دون خجل. أكيد. رح ناخد وقف كتير صغيري. ونرجع من تابع. خليكم معنا.